بحث وزير الخارجية سامح شكري استراتيجية عمل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وبحث خططها التنفيذية للعام المقبل جاء ذلك خلال ترأس شكري لاجتماع مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وأكد شكري خلال اللقاء على أهمية تعزيز ودعم دور الوكالة باعتبارها من أهم أذرع مصر التنموية في القارة الإفريقية ودول الكومنويلث كما شدد شكري على تعزيز التعاون في المجالات ذات الصلة بالتنمية المستدامة من خلال تقديم الدعم الفني في مختلف المجالات وفي برامج بناء القدرات للدول الإفريقية الشقيقة